متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة نهاردة هتكلم عن موقع High Dream AI عشان أكون واضحة معيك هتكلم عن الموديل الجديد الموجود داخل High Dream AI وهو High Dream AI 1 الموديل ده موجود على الموقع بشكل مدفوع وبالرغم فيه داخل الموقع خطة مجانية تماما وهو بيقولك 100% free انت بتستخدم فيها High Dream AI بتستخدم النموذج اللي هو مش بتستخدم النموذج الجديد زي ما قلت لك النموذج الجديد مدفوع علشان خطر تستخدمه لازم تدفع هو موجود بقى يعني الميزة انه موجود على High Dream AI High Dream AI له خطة مجانية ولو خطة مدفوعة عشان أكون معاك صريحة أنا بستخدمه في الخطة المدفوعة ولكن بستخدمه علشان يكون عملية الانتاج سريعة ما استناش فترة طويلة دائت انه هو في الخطة المجانية بيكون مجاني وكل حاجة بس نفس التسك اللي انت عايزه وتستنى شوية وترجع ولكن هو بيأدي لك الموضوع بشكل مجاني خصوصاً ان لما بيكون التطبيق او النموذج موجود على المجاني في بعض الاحيان بيبقى بعض النمازج بتتطلب ريسورسز معينة بتستخدم فيها الموقع جي بي يو او رامات او الى مذلك من ريسورسز موجودة بتستهلك فيها مصادر الموقع نفسه في الحالة دي هو بيخصم منك الموضوع ده اعتقد كمان زائد البيت بلان موش بصراحة عشان هذا الموضوع اكتر ما بستخدمه علشان يديني نتيجة سريعة لما يكون عايزة احصل على نتيجة سريعة لانه هو في كمية ادوات كتيرة جداً وكمية تطبيقات كتيرة جداً موجودة عليه فبحب ان انا استفيد منها النهاردة ان شاء الله هنجرى مع بعض النموذج المدفوع اللي هو اي وان من خلال هاجنج فيس وهو اي وان ديف عشان نكون معاك بس برضو صريحة الاي وان ديف مش البرو لو فيه برو علشان نشوف الفرق ما بين الاتنين ولكن الاول حنروح للموقع علشان نشوف الهاي دريم الموضل المجاني بيديني نتيجة عاملة ازاي لان فعلاً النتيجة الموجودة عليه عجبتني يلا بينا بعد ما تسجل فيه الموقع حيبتدي يقولك يا ترى انت عايز ايه بالضبط عشان اعمل لك يعني الواجهة بتاعته قصلاً بسيطة جداً انت هنا هتقوله ونفترض ان انت عايز رياليستيك كلوز عب شوت وحدوز جينيريت حيبتدي هنا يحولني على الاي اي ايميج جينيريتور لو عشان خاطر احدد الاسبكت ريشيو طبعاً انا بستخدم هنا هايدريم ديف الجديد هايدريم اي وان هنا هختار اللاندسكيب وحبتدي دوس جينيريت وحيدي كمان بعض الصور كنوع من انواع الانسبايريشن ان انت ممكن تستخدمها والله لو فيه صورة عجبتك فيه امكانية ان انت تعمل داونلود او تعمل ريميكس وبيديك شوية افكار بيقولك مثلاً اول دريس ديمان ان اسو يبتدي تديك افكار يعني تبتدي ان انت تنفسها تعمل جينيريت مرة تانية وممكن انت هنا تقوله جينيريت وتولد انت الصورة فبرضو دي حاجة من الحاجات الجميلة ان ممكن من الانسبايريشنز تعمل ريميكس تولد صورة تانية بيديك كمان افكار تقدر ان انت تولد بيها صورة مختلفة وهكذا هنا هو بياخد وقت بيقولك الوقت اللي هياخده حوالي 30 ثانية طبعاً جينيريت 5x فاستر بيكون في البرو بلان ولكن احنا هنستنى التلاتين ثانية ونشوف النتيجة بيولد صورتين في النهاية وهنا بيقولك you are using the free plan علشان تبقى عارف ان احنا بنستخدم الفري بلان وبعد كده ان شاء الله هنروح على موقع حاجة نجفيس علشان نجرب hi dream i1dev هنا زي ما احنا شايفين ولدلي الصورة الاولانية يعني لو كادست على الصورة الاولانية الجودة بتاعتها حلوة جداً الرياليستيك close up shot close up shot المان is wearing a black suit at his office هيولدلي صورة كتمان ايدي الصورة دي الصورة دي كمان كويسة طبعاً على حسب انت عايز المان يعني هنا اكبر شوية في السن فممكن ان انت تستخدم الصورة دي وفيه امكانية ان انت طبعاً تشير ولكن احنا هنا هندوس على download نقدر نعمل download كجي بي جي وكبي انجي وكويب وكجي اي اف وتاخده كمان copy للكليب بورد وتفتح الوريجنال انا هنا هبتدي اقول له download as جي بي جي ويبتدي يحمل لي الصورة بص الجودة بتاعت الصورة عاملة از دي طبعاً الصور دي بتبقى حلوة قوي في عملية التحريك لو انت رفعتها على اي في اي بيديو جنريتور عادي وتستخدمها هبتدي اروح دلوقتي فين انا بس حبيت اوريك الموقع نفسه hi dream ai حطي لك طبعاً الرابط في الوصفة اسفل الفيديو هبتدي ان انا اخد نفس الامر وروح به على hogging face عشان اروح على hi dream i1 dev وحطي لك ايضاً الرابط في الوصفة اسفل الفيديو هذا النموذج طبعاً هيكون افضل من النموذج المجاني بص دي صورة انا انتكتها في منتهى الجودة عالية زي ما احنا شايفين والتفاصيل ايضاً جيدة جداً زي ما قلتلك انتاج الصور بهذه الجودة بيساعد جداً في عملية تحريك الصورة ان الصورة او الفيديو اللي طالع يكون فيديو جيد لان التفاصيل فيه واضحة وجيدة هنا هبتدي اخد نفس الامر هروح control v وحبتدي هنا اختار aspect ratio هختارها 9 ل16 او 16 ل9 زي ما انا عايزة ممكن اختار مثلاً واحد لواحد وهنا seed السيد ده بيبقى لو انت فيه صورة عايز تعمل شبهها فابتاخد السيد تحطه واي عشان الناس اللي سألتني عن السيد السيد موجود في اي نموذج بينتك صور بازدكاء الاصطناعي من المفروض ان السيد عندك بيبان سيد نمبر بيبان هنا هبتدي اقول له generate image ونشوف النتيجة انا هنا باستخدمه على hugging face طبعاً هو هنا بيرن على CPU upgrade هنا انا كنت عايزاك تبص على hi dream i1 اعتقد ممكن ما يكونش شغال على الخطة المدفوعة ولكن هاخطيلك ايضاً الرابط في الوصفة اسفل فيديو علشان تجربوا لان هنا مكتوب running on cpu upgrade دي كانت النتيجة نتيجة كويسة وتفاصيل جيدة جداً بص كمان هو close up shot لكن اعطيني تفاصيل الbackround اكتر في تفاصيل اكتر في الbackround لو رحنا لي الصورة اللي احنا انتجناها ايضاً باستخدام hi dream اللي هو الموديل المجاني هتلاقي ان الصورة ايضاً جيدة انا مش شايفة الصورة وحشية ممكن ما فيش تفاصيل في الbackround اوي ولكن انا مش شايفة فيه فرق كبير اوي يعني فانت ممكن تستخدم hi dream ai عادي جداً الموقع بشكل مجاني وتنتج منه صور حلوة انا بس حبيت ان انا اواريك نموذج hi dream i1 div وتشوف ايضاً نتيجة بتاعته عاملة ازاي وشايفة ان الفرق برضو مش كبير اوي ممكن يكون في التفاصيل شوية يعني مثلاً في الbackround في تفاصيل اكتر في الصورة الصورة التانية reach شوية ولكن الصورة ايضاً اللي منتجة من الموقع الرسمي في الخطة المجانية جيدة جداً زي ما قلتلك انا بستخدمه على في الخطة المدفوعة يعني اتمنى اسمع رأيكم في التعليقات هل بيشتغل عندك في الخطة المجانية ولا لا ممكن يكون بياخد وقت اطول شوية في عملية الانتاج ممكن يكونش بيشتغل خالص على المجانية ريت تقولي في التعليقات بعض الناس هتقولي طب انت لي ما بتستخدموش على الموقع الرسمي في الخطة المجانية لان انا Hugging Face عليه حاجات كتير جداً عليه Spaces كتير وعليه ادوات كتير فمش بعقول حروح يعني اشترك في كل هذه الادوات برا علشان اجربها فعشان كده انا بفضل ان انا استخدم Spaces الموجودة داخل الموقع Hugging Face بطلع منه حاجات كويسة ايضاً فمش محتاجة بان انا نروح عامل اشتراكات مختلفة في مواقع مختلفة فطبعاً مش كل المواقع بتقدم نمازج موجودة داخل Hugging Face او مفتوحة المصدر ولكن زي ما قلتلكم يعني انا الى حد كبير جداً Hugging Face بحب ان انا اخش ابص على الموجود فيه اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد تاريت ما تنسوش تدعموني باللايك وشير والكومنت وكنت بتشوفنا اول مرة تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة